السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الدرس سوف نتعرف على نشاط الظهرات سوف ترى الظهرة تدير بزاف بنيات الجيولوجية وتدير بزاف ظواهر طبيعية الجيولوجية الظهرة وعلىها العلماء درسوا الظهرة سوف نرى العلماء تحت المحيط كي هادك العالم في جنار اعطى لهم النظرية ويجبوا ادلة علمية قوية فرحوا يدرسوا تحت المحيطات لقوا السلاسل جبالية هكا فقالوا عند هذه السلاسل لقوا زلازل قالوا شاهي العلاقة بين الظهرة وبين الزلزال الظهرة وبين زحزحة القارات فرحنا درسنا كامل هاد الظواهر فهمنا باللي الظهرة هي هاد السلاسل توقون كيف نوضحوها اكثر اكيد خصنا نفهم دروك شوية مصطلحات قبل ما ندخلو في نشاط الظهرة المصطلحات اللي خصنا نفهمهم باللي الليتوسفير هو نفس لوحة نقول لوحة قارية ولا لوحة محيطية ولا ليتوسفير قاري ولا ليتوسفير محيطي الليولا نقولوا باللي لوحة هي نفسها ليتوسفير هادو مصطلحات ردوك تشوفوهم معايا نعرفوهم بعد نشوفوهم في رحبة بعد عنا نوعين من الليتوسفير كن يعطوكم موضوع ويقولوا لكم معطونا النوعين عنا الليتوسفير محيطي وليتوسفير قاري ردوك نشوفوهم من واش تكونوا احنا نقولوا ليتوسفير محيطي هاد المعلومات اللي يقن كنوا عارفين الليتوسفير محيطي من واش يتكون؟ يتكون من رداء علوي رداء علوي زائد قشرة محيطي هاد ليتوسفير لو ليتوسفير محيطي وبعدها عنا ليتوسفير اخر اللي هو ليتوسفير قاري وعنا ليتوسفير قاري ليتوسفير قاري واش فيه؟ فيه رداء علوي كيف كيف مع هذا؟ فيه رداء علوي فيه تاني قشرة محيطية بالصح 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 زيادة على ليتوسفير محيطي واش فيه؟ فيه تاني قشرة قارية شفتوا على بيها اسمينه ليتوسفير قاري هنا فيه قشرة محيطية على بيها اسمينه ليتوسفير محيطي ولكن ليتوسفير القاري دائما يكون محمول على قشرة محيطية خلاص هاد المصطلحات خسنا نعرفوه وتاني قعنا رداء ماغماتي اللي هو الماغما رداء ماغماتي اللي سموه استينوسفير 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 هادو المعلومات خسنا نكونوا عارفينهم ونكونوا حافظينهم لنرسموه 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 كيف يأتي بيها ونبدأ بالليتوسفير القاري وش قنا فيه؟ كيف نرسموه؟ قنا فيه رداء علوي اه نحطنا رداء علوي قنا فيه قشرة محيطية وقشرة قارية القشرة القارية تأتي محمولة على القشرة المحيطية هنا قشرة محيطية وهنا قشرة قارية وهنا بينسخ بين القارة والقارة وش يكون كين؟ بحر هنا بحر هذه ليست داخل في التكوين فقط ضدنا باش نعرفوه باللي بين القارة والقارة كين بحر هادي يجبنا ليتوسفير قلنا وش نقولوا ليتوسفير ولا؟ ليتوسفير ولا لوح فهنا هنا ليتوسفير قاري درنا ليتوسفير القاري ليتوسفير المحيطة كيف 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 كما هو؟ شايلة مكاش هاد القشرة القارية ما عندك كيف نرسموه؟ نجو على الكهن نديرو ثاني كريداء علوي كيف كيف؟ شايلة هنا قشرة محيطة فقط هنا لدينا بحر فهذا هو الفرق هذا شايلة هو؟ ليتوسفير محيطة يقدروا ان يقدروا سأرسومات ي común تسمى لها ليتوسفير ٢. المحيطة لقد يتسرلل يتسلمين القشرة قارية تتعرفوا بالرداء والقشرة محيطية قشرة المحيطية وللتسفير القارية قشرة محيطية وقشرة القارية نقوم بحاجة دورية نشاط الظهرة نريد نذرس نشاط الظهرة كي نثبتوا نظريات زحزحة القارة تبلي صح كان زحزحة القارة ما عندها ندرسوا بين القارة وقارة ما عندها بين ليتوسفير قاري وليتوسفير قاري نحن نعرف كيف نديرو نصنعوا الرداء العلوي تاعنا كي ما تفهمنا بلي كان رداء علوي وعنا قشرة محيطية تاعنا وشا عنا تانيك؟ قارة قارة نسلعناها بعض الطريقة هذا ماشي جابة لا قارة هذه قشرة محيطية ما عندنا؟ بين القارة والقارة ما عندنا؟ عنا بحر وعنا بحر ما نكتبش هنا يا بحر وهنا قشرة قارية وهنا قشرة قارية هنا قارية هرا قارية فيه الصخور منصهرة ذايبة على شكل حمام هنا في الرداء الماغماتي هنا بحر تحت البحرقاء كيف توقع درجة الحرارة درجة الحرارة ليست خفضة كين البرد بثاف هنا كين البرد بثاف وهنا كين سخنة بثاف نفهم هذا لكي نذهب ونشرحه فهمناها الرداء الماغماتي هنا يقرأ년ها رداء الماغماتي هنا يريدOne يطلع هنا ماغماتي يطلع congratulations يطلع تصلح تصوح يريد تسبب فتحة كيف نسمية هذه الفتحة هذه الفتحة سلظتها فتحة 그것 نكتبها هنا نلقيناك فتحة ريفت هذه فتحة ريفت تفتحها تولي الماغمة ما زالت تطلع؟ تولي الماغمة تطلع؟ تولي تطلع؟ تنصاهر تطلع تنصاهر عفل تطلع تجمد لا تخافض هنا كي جمدت تكلتنا هكذا تنصاهر تطلع 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 تنزح تطلع 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 ثلاثة الجبلية كيف نسموها؟ المصطلح العلمي هذه هي الظهرة لا تفرق بين الظهرة أن تفير فتحة تريفت التي تخرج منها الماغمة وهذهMoon الظهرة من تسبب زهة القارات 真的 نعلم حيث نظرياتك صحيحة هذه الظهرة تسبب لنا ذحزحة القارات هذا لا تسبب لنا ذحزحة القارات تزحزح القارات هنا هذا البحر يكبر يكبر البحر يكبر يمحيط بعد ذلك يزيد يكبر لخطي المهنية ويزيد يدخيلو هنا يتخيلو هنا ويزيد معنى تسبب بأن الظهرة اتساع المحيطات وزحزحة القارات اتساع المحيطات وزحزحة القارات اتساع المحيطات وزحزحة القارات كيف تفهمت عن الظهرة؟ لماذا توجد الظهرة؟ طريقة غير مباشرة فنذهب في الذهاب الموالي الظهرة الغوص فقط اتمنى تكونوا فهمتون هنا انا ماغمة فتحة تخرج من الماقمة و تتجمد تجمد هكذا تشكل تشغيل سلاسل الجبالية فتحة تسحبها بلاستيك بلاستيك تزيد يزيد الزهره حتى تزحزح القارات يزيد الماء موحيط موحيط يزيد التاسع على بيه الظهرة ظالم وش سبب عنه ومثال قواه المال في درس الجاي ظاهرة الغرص باش نفهمه على الظهرة تسبب نتنيك الزلازل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته